اشتركوا في القناة في الأمينة العام لجمعية الهلال الأحمر فرع صنعاء بدأت عملي الطوع الإنساني في عدن في 1973 أخبرنا عن حياتك كيف أنتقلت من عدن إلى صنعاء وكيف علمتك هذه النقلة في حياتك انتقلت من عدن إلى صنعاء بعد حرب ضارية صارت في 13 يناير في عدن ونحن طبعاً كنا متطوعين في جمعية الهلال الأحمر كانت مشكلتنا هي شعار الجمعية شعار جمعية الهلال الأحمر نحن كنا حريصين على أنه في أثناء النزاع المسلح محدش ياخد مننا الشعار ويستخدمه لمجالات أخرى فهنا كانت بيننا وبين الفئات المضاربة مشكلة فدفاعاً عن عملنا الإنساني البحث واجهنا مشاكل طبعاً واحتجزونا في محلات الاحتجاز اللي كانوا يحتجزوا فيها ومجموعة بسيطة مننا الذي خرجنا ونجونا بعقوبة وطلعنا الجبال ماشياً على الأقدام 15 يوم حتى أنه أقدامنا كانت من القدم من تحت كلها مرفخة وتنزف دم فوصلنا إلى هنا بعد 20 يوم اعتدال بما أن لديك هذه الخبرة الطويلة في مجال العمل الإنساني والغير عادية فبما أنك تعملين في السجون مع الفتيات والمحتجزات يعني ما هي الخبرات التي تعطيها لهؤلاء السجينات وكيف تساعدهم على الخروج من وضع السجن إلى المجتمع الخارجي وما أهمية ذلك عملت في الميدان طول الأربعين السنة اللي مضت من عمري أكتسبت خبرية كميلة أو كبيرة بحيث أني أقدر أتأقلم مع المشكلة اللي يكون موجود في السجون أو في دار الحجز مثلا الحجز لما يكون موجودين أقدر أتفاهم معاهم وأعطيهم مثلا الدروس الخاصة الأم نسقلة من أول وجديد تبدأ بالإصعافات الأولية الإصعافات الأولية المتقدمة الأمومة والطفولة وبعدين نبدأ المراحل الثانية إذا كانت أمية ندخلة محول أمية إذا كانت درست نعمل دروس باللغة الإنجليزية نعمل تدريب بالخياطة الكمبيوتر الشغال يدوية تكبير منزلي الكوفير اللي تشتهي الميول اللي البنت هذه ممكن نعلمه في المجالات الإنسانية وكيف الإنسان يقدر يواجه الحياة برغم كل المصاعب أخرجهم من المشكلة اللي يكون أمها فيها بحيث أنه لما يطلع من دار الحق من مكان الحقز هذا يكون على يكون واثق من نفسه أول شيء